الوجهة الآن مدينة مراكوش التي احتضنت الدورة الثالثة والأربعين للمنطقة الوطنية لجمعية المغربية لطب الأطفال بمشاركة أزيد من 250 مؤتمر من جميع أنحاء المغرب ومن دول أفريقية وأوروبية وخبراء من كندا تظاهرة انتمحورت حول سبل ولوج الأطفال إلى العلاجات خاصة الأمراض المصاصية سميب العياشي ومحمد حسن مسكور هو لقاء علمي هام تدارس من خلاله المشاركون عدة مواضعتهم متغدية سليمة للأطفال وأهمية التلقيح والأمراض المعدية والنادرة كما تطرق المشاركون إلى الوضعية التنظيمية للطب العام بالمغرب مع التركيز على الطب النفسي لدى المراهق وطب المستعجلات هو لقاء لتبدل التجارب والخبرات في مجال طب الأطفال لدينا برنامج حافل من المحاضرات المختلفة والمرتبطة بالتغذية واللقاحات وعلاج التعفونات كلها تصب في سبيل تطوير العلاجات الموجهة للأطفال ببلادنا أطفال اليوم هم كبار الغد وما يشتكي منه معظمهم اليوم من أعراض قد تؤشر على أمراض خطيرة مستقبلا من هنا تبرز ضرورة إلاء العلاج الفعال في سن الطفولة الأهمية اللازمة وأن يرتقي طب الأطفال ببلادنا إلى المكانة المنشودة هذا المؤتمر الموازنة مع جمعية طب الأطفال بالمغرب هو عربون وتأكيد على التوجهات الموحدة للرقي والنهوض بمستوى طب الأطفال في المغرب وحتى يصير مواكبة مع التطور العلمي في باقي دول العالم في هذا المؤتمر مشاركة أكثر من 250 مؤتمر خلال هذا الملتقى تم تجديد الدعوة إلى النهوض بطب الأطفال ببلادنا واجعله في مستوى يواكب التطور العلمي العالمي في هذا المجال ترجمة نانسي قنقر